اشتركوا في القناة من قبل شاب لاجع عراقي بالسويد وهذه هي مو الحادثة الأولى لكن هذه الحادثة لها خصوصية خاصة لأنه خصوصية تتكمن في أنه برضى السلطات السويدية فالآن راح نتناول الموضوع من جوانب متعددة كما تعودنا سابقا ندرسها دراسة موضوعية ونريد نحدد الأسباب المتوقعة زائدا آلية الحلول وبعدين نطلع نلقي نظرة سريعة على قضية حرية التعبير أو حرية الرأي أول بداية أول ما نبدأ نتحدث نتحدث عن موضوع حادثة الشامي مع الإمام الحسن بن علي عليه السلام الإمام الحسن فاليوم من الأيام يمشي وجه شامي وهذا الشامي استوقف وأقذع في شتم الإمام يعني شتم الإمام شتم مقذع حقيقة فالإمام نظر إليه وبحك وقال له أيها الشيخ أظنك غريبا شوف الرد اللطيف الرد اللطيف للإنسان الجاهل اللي أمامك أظنك غريبا ولعلك شبهت يعني مشتبه أنت فلو استعتبتنا أعتبناك ولو سألتنا أعطيناك ولو استرشدتنا أرشدناك يعني يريد أن يقول لي أنه أنت إذا كنت ضال وتسأل عنه فتشيء إحنا نرجدك وإذا أنت محتاج فتشيء معين ننطيك ولو حملتنا أحملناك حملتنا معناها يعني أنه تحتاج أنه شيء تركبه يعني كأنه ما تصير محمول شيء يحملك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عريانا كسوناك إلى آخر الحوار اللي دار أفحم الإمام سلام الله عليه أفحم هذا الإنسان الشامي الجاهل بوضع الإمام لذلك شنو اللي صار اللي صار أنه استرجع هذا الرجل الشامي وقال له الله أعلم حيث يجعل رسالته أنا أخذت هذه الرواية حتى نبدأ نتعلم كيفية التعامل مع الناس الحاقدين والجاهلين ونشوف شنو اللي يدفعهم إلى تصرفات تهين المقدسات هذه ليش الرواية بالذات لأن هذا الرجل أهان مقدس من مقدسات المسلمين اللي هو سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محترم من قبل شريحة كبيرة أو نقول الشريحة الأكبر من المسلمين في ذلك الوقت ولحد الآن وهو في نظر شريحة كبيرة من المسلمين هو الإمام المفترض الطاعة وهو الإمام الحسن المشتبى عليه السلام أهين الإمام فكان هذا رده طيب الآن قبل كل شيء ما هي حرية الرأي حرية الرأي كما أنه للإنسان حرية أن يدلي برأيه متى شاء ومتى أراد وبدون أن يصير عليه أي نوع من أنواع الضغوط هذا الحد المتعارف والحد المعروف من قضية حرية الرأي لكن حرية الرأي لها حد حدها ينتهي ينتهي حد حرية الرأي عندما تصل إلى حرية الرأي المقابلة يعني أنا حريتي تتحرك في نطاق أنه أنا ما من داخل ويا حرية شخص آخر بس إذا دخلت ويا حرية شخص آخر هالمرة صارت بعد ما عندي حرية رأيه وإنما تتوقف وصرت متعدن على حرية الشخص الآخر هذه الحادثة اللي أخلص لكم إياها اللي يعرفها واللي ما يعرفها هذا أكو واحد عراقي شاب بالثلاثينات لاجئ بالسويد ومن يكون لاجئ بالسويد من لاجئ بالسويد قدم طلبه ممكن متجنسه وما أخذ جنسية سويدية قدم طلب للسلطات السويدية أنه يحرق القرآن أمام واحد من المساجد فهو فعلا حميت الشرطة السويدية وقف أمام المسجد وأحرق القرآن للأسف يعني وهان بطريقة حقيقة يعني بطريقة مهينة جدا مهينة جدا هذا أحرق هو أنا بسريد أكد على فتنقطة أنه هو لم يهن القرآن وإنما هو أحرق نسخة من نسخ القرآن هو يعني خلينا نقول أقل وأقل شأنا من أن يهن القرآن القرآن أكبر شأنا وأعظم محلا من أن يهن لكن تبقى هذه العملية هي حقيقة غير مقبولة وإهانة لمقدسات المسلمين في شرق الأرض وغربها ماكوا واحد يقبل طيب ما هي الأسباب المتوقعة ليش؟ ليش هذا الشاب؟ ممكن يكون هذا الشاب جاهل بمضمون القرآن؟ ممكن لو ما ممكن؟ ممكن أن يكون جاهل بمضمون القرآن ما يدري بالقرآن إيش بيه ما بيه هل بيه أنه قيم معنوية قيم إنسانية قيم عليا؟ ما يدري بيها ولا مر عليها ولا سامع بيها لذلك هو جاهل بمضمون القرآن لذلك هو اتجرع على القرآن أو قد يكون دعاية مظللة وهذه الدعاية المظللة ماشية ماشية مباشرة وياما ويجهل بمضمون القرآن يعني هو هم جاهل بمضمون القرآن وهم أكو ناس ظل له وقالوا إلى القرآن يحتوي على كذا على كذا على أنه الإهانة للأقليات والإزدراء الأديان الأخرى وقام بالذبح وقام بالسيف وقام بالكذا وإذا بالأخير هذا أخذ نظرة سيئة عن القرآن وقام بهذا العمل بني الاثنيا شنو هنا؟ بني الاثنيا إذا كانت العملية عملية شنقول عنها؟ إنسانت يعني عملية بريئة يعني مجرد أنه واحد عدة مشكلة وية القرآن وتعاليم القرآن وكان مضلل ودماغا ممسوح ومغسول إيش صار؟ أنطه هذه للأسف اللي هي هذا العمل اللي السيء لكن أكو أسباب مبطنة أخرى مثل من؟ مثل إشغال الرأي العام خاصة بالشارع الإسلامي عن أمور أهم تشوفون بين فترة وفترة ما تحس إلا صارت هاي فاقع وما تحس إلا فد من بدأت في فرنسا من أيام العسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وآله أهم بحجة حرية الرأي وحرية الرأي وحرية الرأي وخطيئة وإذا إيسيء للمسلمين إيسيء للمسلمين يلفت نظر المسلمين عن فتقضية حاق أخرى وهي يلفت نظرها وإنتوا جاء يشوفون حاليا أكو فد هولمارك أكو فد عنوان عام منتشر على مستوى العالم هو اللي مركزين عليه هذا هو الألوان المتعددة فهذا التركيز بدل ما يصير التركيز عالية بالقنوات الإسلامية يروح يركزون على هذه العملية يشتت الدماغ حتى يشتخذ راحة وتمشي ممكن والسبب اللي أنا برأيي هو ذا أن يكون هنا الأسباب ترى محتملة كل هنا يكون أسباب محتملة قد يكون هناك أسباب أخرى غافل عنها أنا ما أدري لكن السبب اللي أنا أكد عليه هو هذا السبب الأخير هو استفزاز مشاعر المسلمين وإذا استفزت تستفز مشاعر المسلمين من تستفز مشاعر المسلمين راح تصير ردات فعل غير منضبطة بعد هذه ردات الفعل غير منضبطة راح يركزون عليها الإعلام ويقولهم شوفوا شوفوا هذا هذا الذول المسلمين إرهابيين قتل مجرمين خاصة إذا مثلا صارت مثل ما تصيروا بأوروبا وبغير مكانات من مثلا قتل يجي واحد يدهس بالسيارة يجي واحد يطعن بالسكاكين والله شنو نصرة للقرآن وحتى القرآن هي تنصر هي تنصر هم ما يريده لأنه على حساب دماء الناس وعلى حساب دماء أبرياء ما لهم شغل هو اللي أحرقها واحد وإلى حكم شرعي عدنا بالإسلام إلى حكم شرعي لذن هذا شنو الآلية صير أنه أنا أدنس نسخة القرآن أستفز مشاعر المسلمين رح تصير ردات فعل غير منضبطة من بعض المسلمين وهم معذورين بس أنا ما خلق نقول واحد اللي هو رح يصير فيركزون عليها الأضواء تدكيز مباشر وقوي رح يصير رح يصير هذه وبعدين يسلطوها ويزيدون عملية ويعززون قضية الإسلاموفوبيا أو الخشية من الإسلام أو الخوف من الإسلام طيب شلون نقدر نواجه هذه الحادثة نواجه هذه الحادثة بعوامل كثيرة وكلها مو مو واحد واحد يعني رجاء وحتى التدرج مالتها لا يعني أهميتها يعني التدرج مالتها مال هذه لا يعني أنه المتأخر هو أقل أهمية من المتقدم كلهم مطلوبات كلهم مطلوبات أولا التحلي بأخلاق القرآن حتى للي ما يعرفنا من أني أتحلى بأخلاق القرآن ذاك الوقت المجتمع اللي هو بي رفض يقول له على يا أساس أنت تحرق نسخة من القرآن أو الدنسها أو غيرها وإنما هذه نسخة القرآن أنتجت هيج بشر وذول البشر منضبطين محترمين فاعلين في مجتمعاتهم فالكتاب المقدس اللي هم يقدسوا لي أنتجن هيج بشر لا يستحق أن يحرق فهذا أول وحدة هي التحلي بأخلاق القرآن الثانية من أتحلى بأخلاق القرآن بعد ينانا نشأل التوعية بأخلاقيات القرآن أروح المرة أنا أدعو الناس أوعيهم أفهمهم أعلمهم ما الذي ورد في القرآن ما هي الأساسيات التي يعتمد عليها القرآن ما هي الأسس الإنسانية والعلمية التي يدعو إليها القرآن بعد اتباع الطرق الحضارية في الشجب والاستنكار أنا ما أروح أكسر أهوس وأسوي وإنما لا هي أكو طرق هم مو يحاولون ويراهنون على ردات الفعل غير منضبطة بالعكس أنا أفاجأ أنا أفاجأ بأنه أنا أشجب وعري وأدخل من نفس المدخل اللي يدخل إلي أنه أنا أحاول أكون ضمن الطرق الطبيعية والقانونية وضمن السياقات العالمية وهذه السياقات المعروفة اللي رح أجيها هس حاليا اللي رح أجيها هذه ضمن هذا الطرق لكن هو هذا الشخص هذا هو نكرة هذا نكرة هذا هو عبارة عن أداة حركة وهذه الأداة الحركة تريد من عدها هذه الأوتكمس هذه النتائج اللي نريدها فنقطع عليهم الطريق وما نطيهم هذا المجال طيب الآن شلون نقدر نتبع الطرق الحضارية بهي الشجب والاستنكار أولا إقامة دعاوي بالمحاكم الدولية هذه العملية هذه القضية مدانة مثل ما رح نجي بعد شوية على قضية هل إنه حرية التعبير مسموحة بالكامل بالغرب وبالشرق الأولاءكم ما يحددها هسرح أراويكم شوية بعد لذلك نحن لازم نقيم دعاوي بالمحاكم الدولية هذه واحد مخاطبة الأمم المتحدة ومخاطبة الأمم المتحدة مثل ما شفتوا اللي فعلها حقيقة الأمم المتحدة تعتبر هي الخيمة والراعية للدساتير العالمية للشرعية الدولية فأني من خاطب رأس الشرعية الدولية اللي هو اللي يخاطب السيد السستاني وتدرون الله يحفظه وتدرون أنه سيد السستاني عادة مقل يعني بالتدخل بيجي أمور إلا بالأمور المهمة والمفصلية فهذا المخطاب اللي أكيد اطلعته علي كان خطاب رنان وخطاب مولوعي وخاطب أنطونيو غوتيريش بأنه هذا تجاوز للحدود وهذا ما يتوافق لا مع التعاليم الإلهية بكافة الأديان ولا يتوافق كذلك مع ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي للأمم المتحدة فلذلك دخل لهم من هذا المدخل وحسب ما وصلنا إلى فكري أنه أنه هو رد أنطونيو غوتيريش رد على وزير الخارجية العراقي وقال لأبلغ السيد بأنه أقوياء بلا نقاش سيأتي واحد يقول والله دكتور أحمد يدعو أن نكون بعطا أحنا بس نجد ونستنكر أبدا أبدا هذا جايتك السالفة لكن بالمقابل أكو سلام يسمونه سلام الأقوياء أكو سلام يسمونه سلام الشجعان هذا سلام الشجعان سلام الأقوياء ما يتمو قضية قضية فقط سيف ودرق ورمح وقتل ومدرئيش بالعكس في طرق كثيرة بس يش يدعمها يدعمها القوة هما لما يدرون أنه ذول أقوياء ما يستجيب طيب وكذلك أنا هم لازم أخذ بنظر الاعتبار قامت دعاوي بمحاكم الدولية أنه السفارة العراقية على وزارة الخارجية العراقية طالبت لأنه على اعتبار هذا الرجل هو من أصل عراقي فطالبت السلطات السويدية دعت لهذا مطلوب بقضية مدانة داخل العراق القانون العراقي يجرمها فلذلك طالبهم بتسليمة منها المظاهرات المظاهرات اللي استدعين الشمس بس شنو تكون مظاهرات منضبطة ومظاهرات حقيقة حضارية واللي شفناه خلال اليومين الماضيات من مظاهرات اللي دعا الهيل تيار الصدري مظاهرات وللأسف يعني شفت أنه دخولهم على السفارة السويدية كان مو في محلة لكن خل نترك هاي الجزئية يجوز أكوف بعض الشباب المتحمس دخلوا لكن بالمقابل المظاهرات اللي صارت مظاهرات منضبطة ومظاهرات تسدعين الشمس تخوف حقيقة وتقول لهم احنا عدنا ردات فعل وإحنا ما نقبل على إهانة النسخة من القرآن الكريم ومقدسات ما عدنا مقدسات وعدنا استعداد نموت من أجلها بس من موت أحد لحد الآن احنا بس مجرد شون استعراض القوة حتى نقدر نحصل على سلام الأقوياء وسلام الشجعان كذلك يجب أن تعاقب الحكومة السويدية يجب أن تعرف ممكن مقاطعة منتجاتها أنا ما متوازي أروح أشتري إلا من منتجات سويدية أو أتابع قضايا سويدية أو كذا يعني هذه الدولة هذه الدولة إهانة مقدساتي يجب أن تعرف ويجب أن تشعر بخطائها طيب لهنا كافي أريد أبطل أريد ألقفت نظرة سريعة وبسيطة على قضية إزدراء الأديان وجريمة إزدراء الأديان في المواثيق الدولي للي يدري واللي ما يدري أنه أنا صحيح تخصصي طبي والحمد لله شهادة عليا في المجال الطبي لكن أملك شهادة شهادة البكالوريوس بالقانون من جامعة الكوفة الحمد لله يعني خرجت قبل سنتين أخذتها فلذلك عندي جنبة قانونية وعندي جنبة طبية الآن راح أستثمر الجلبة القانونية في الباكالجراند القانوني مالتي وراح أتحدث بلغة قانونية هي شفت شيء سريع ناخذها مقتطفات طيب إزدراء الأديان في المواثيق الدولية المواثيق الدولية تدعو خصوصا ما يتعلق منها بيمن بحقوق الإنسان إلى احترام الآخر وعدم التمييز بين الأشخاص على أي أساس هذا حقوق الإنسان من حقوق من حقوقي أنا كإنسان أنه محد يتعد علي ومحد مسبية فالآن أنه مقدساتي وتذر هذه المقدسات مهما تكون هذه المقدسات ما مسموح لك أنه أنت تجد هنا مقدساتي ليه هذا علي من معتمد معتمد على يعني هذا النص ما أخذها عني من المثاق التأسيسي للأمم المتحدة سنة 45 اللي بضمنها السويد الموقع عليها وداخله طيب بعد أنه لازم عدم المساس بحقوق الآخرين عندنا الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 66 صحيح هذا العهد الدولي والميثاق الدولي هذا هو مو ملزم مو كل الدول العالم التزمت بي لكن بالمقابل بالمقابل الكثير منها التزمت بيها يعني مو الجميع التزم بي الميثاق الجميع التزم بي بس العهد الدولي مو كلها التزمت بي طيب بس أكو أجزاء من عنده من نصوص من عنده ألزمت الدول بسن القوانين اللازمة لحضر أي دعوة أي دعوة لازمة تسن يا دولة فلانية يا دولة العراق يا دولة الإمارات يا دولة إيرلندا يا دولة السويدة يا دولة الصين يجب عليك أن تسن قوانين داخلية اللازمة لحضر أي دعوة إلى الكراهية هذا دعوة الكراهية إلى الدعوة الكراهية القومية عنصرية دينية راح تشكل تحريض على التمييز والعداوة والعنف شو تتوقع؟ يعني هذا متميز يعني أنه يجي واحد من خلنقول هو محسوب على الطائفة المسيحية أنا شفت لاب الصليب دورت وراء وشفت لاب الصليب بس أنا ما أدري بس إحنا ما نحسب على المسيحين مسيحين أخوتنا في الدين وإحنا ما عدنا إشكال وياهم نهائيا لكن هذا ما رح يثير كراهية رح يثير متميز بيتميز ممكن نصير عدوات لو ما ممكن نصير عدوات بين أبناء المدرسة الوحدة مسلم ومسيحي صير لو ما تصير إذن شون تعرف تعرف أنه خلنقول النتائج مانتها نتائج كارثية وكذلك رح تأدي بلا شك رح تأدي إلى العنف أكو ما يسمى بالبليس في مي أو التجديف بليس في مي إذا مار عليكم هذا المصطلح قد يكون بليس في مي ما مار بس للتجديف واي مار عليكم يجوز بالأفلام وبالمسلسلات القديمة كلمة التجديف أربعين دولة على مستوى العالم تطبق قوانين صار ما ضد البليس في مي وذاكرتها ذكرا تعالوا على المملكة المتحدة تدرون المملكة المتحدة اللي هي بريطانية مملكة المتحدة قالت ما جرمت أي شيء أي شيء ممكن يتعدى على التعاليم الكنسية المسيحية تخيل يعني بوذي ما يخالف حجي عليه مسلم ما يخالف حجي عليه ما عدي مشكلة هندوسي حجي عليه ما عدي مشكلة بس تجي يوم المسيحي لا تعاقب بموجب قانون العقوبات البريطانية طيب ليش محرية الرأي يعني أنا هسا كمسلم أقدر بريطاني أحكي على المسيحية وأنا ما عديني ولا أسويها ولا علمني إسلامي ولا ديني أن أسويها لكن يصير أسويها الجواب لا رح يعاقبوني ماشي رح يعاقبوني بموجب القانون بس إذا أحكي على الهندوسية صار عندي صار عندي حرية رأي راحتك شون هالكيل بمكيالين هو لو حرية رأي وحرية تعبير على الجميع لو لا مقدسات كنا حافظ على المقدسات وهو الأولى كلمة الإزدراء الأديان كلمة إزدراء على مد واحد يجي يقول والله هذا حرية تعبير هذا كلام ردا على مجموعة من الحش السامع من التافهين مجموعة من النكرات اللي طلعوا بالفترة الماضية يومين ثلاثة من أنصاف المثقفين وحتى ببلقاءات الجانبية والله هاي حرية تعبير شوف ذول شون حرية تعبير شوف ذول شون راقين عدة حرية وبابا يا حرية تعبير تعال على إزدراء الأديان إزدراء الأديان مو حرية تعبير يقدر وعد لا موجود بالقانون البريطاني والقانون الألماني والقانون الإماراتي هاي اللي طلعت عليهم وقانون اللبناني والعماني والعراقي ودول الكومنويلث إذا تعرفوها كل دول الكومنويلث إزدراء الأديان مجرم عدهم بالكامل أي واحد يتعدى على الذات الإلهية برأيهم على المسيح والثالوث المقدس على الصياغ الكنسية المسيحية بالكامل بكل دول الكومن ويلت تعتبر من ضمن البليسفيمي ومن ضمن ازدراء الأديان ويعاقب بمن بقانون العقوبات اللطيفة هي هذه يعاقب ضمن قانون العقوبات يعتبرها جريمة وإلها عقوبة محددة كذلك وين بإيرلندا إيرلندا عندها نص أصلا يقول عنده قيام شخص ذكر أو أنثى بنشر أو لفظ بنشر نشرة أو لفظ أو كتبة شيء مسيح متعلق بالمسائل الدينية من قبل أي أدت إلى أثارة غضب بين عدد من المواطنين أو بسبب الدين هذا يعتبر شنو يعتبر جريمة وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون الإيرلندي بموجب قانون العقوبات طيب نجي هسا على المهم ومستويدي يقولون إحنا مضمن الاتحاد الأوروبي كما هو من ضمن الاتحاد الأوروبي حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمت على إمرأة نمساوية اتعدت على النبي محمد صلى الله عليه وآله بس ذولة شنو ذولة أبطال أكل رفعوا هاي القضية ذولة أبطال تبعوا الطريق الصحيح رفعوا قضايا وين بالمحكمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفعوا هناك القضية على هاي الإمرأة النمساوية لحجات على الرسول صلى الله عليه وآله ودخلنا أخذ مقتبس الحكومة النص مالتها تعتبر تجاوز تجاوز الإنكار النقدي والمعتقدات الدينية لآخرين ومن المرجح أن يحرض على التعصب الديني فاشصار اعتبرتها المحكمة اعتبرتها المحكمة مخطئة وجرمتها صحيح ما سوت لها شيء ما حكمت عليها بقضية معينة لكن جرمت الفعل قالت لأنه ومن المرجح أن يحرض على التعصب الديني طيب تعال خلح شي لك هاي الزالفة شوية بسيطة بالولايات المتحدة هل سيقولون والله شو ما يجب الطاري الولايات المتحدة تعال على الولايات المتحدة يجوز المولايات المتحدة أكثر دولة متشنجة بهشة قضية شوف فد يوم من الأيام شباب متخرجين من المدرسة أعدادية فأكوا آيات من الكتاب المقدس شرادوا يسوه كتاب المقدس اللي هو الإنجيل رادوا يسوون فد موسيقى يتعبر عن الآية موسيقى تعبر عن الآية حسن تقول شلون مثلا خطيك مثال مثلا نحن النشيد الوطني عدنا بالعراق شنو هو موطني موطني الجلال والجمال هذا اللحن مالتو هذا هو الكلمات مالتوت وتنطق بهذه الطريقة طيب تعال للآلية الموسيقية مالتش السر هم ما شسووا الآية من الكتاب المقدس لحنوها تلحين رادوا يعسفوها بحفل التخرج ما قبلت المدرسة يجوهم بويا هاي حرية التعبير قالوا هم لا مو حرية التعبير هاي بيها آية من الكتاب المقدس وقعدنا شباب متدينين وملتزمين بالكتاب المقدس فانت كأنما هاي دتهينها رفعت القضية المدرسة ما رضت رفعت السلطة الولاية المحكمة الولاية أيدت الحكم بعدين رفعت للسوبريم كورت يعني للمحكمة العليا المحكمة العليا سوبريم كورت عدهم بالولاية المتحدة أيدت الكلام ما للمحكمة الأولى ما للمحكمة الولاية وأيدت شنو وأيدت القرار مانة المدرسة ليش؟ لأنه قالت قالت من حقهم من حق سلطات المدرسة لها الحق أن تحرموا الطلاب من حقهم في حرية التعبير فضل حرمتهم من حرية التعبير لتفادي تعرض البعض ممن يفسرون أو يحضرون هذا التخرج للإهانة أنا أقتبس النص ضروري حتى تعرف أن هاي النصوص حتى لا يجيني واحد من أنصاف وأرباع المتعلمين والله يجي يقول والله هي حرية التعبير وكل واحد حقها وعيسى أبدينا وموسى أبدينا هذا مو كلام صحيح عيسى أبدينا وموسى أبدينا يمت ما أحترمك وتحترمني بس يمت ما أنت ما تحترمني كن أنا أوقف قدامك وقفة قوية وأبزعيونك يجي وطلحين من أنت تافه حتى تجي اتمرتهين الرسول صلى الله عليه وآله ومرتهين القرآن ونسخة القرآن أوكل على كلمة نسخة القرآن لأن القرآن غير قابل للإهانة كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه وإن شاء الله باقي ببقاء لأنه مدعوم ومحم ومسدد من قبل الله سبحانه وتعالى لكن هاي النسخة المطبوعة هو دا النسح هو فلذلك هي عملية علامة طيب الآن بان كيمون بان كيمون تذكروا اللي هو كان الأمين العام للأمم المتحدة اتحدث عن قضية الإساءة للرسول صلى الله عليه وآله هو عبر عنا بأنه فعل مشين يتسم بإنعدام الرؤية الأساسية وأدى إلى إهانة وعنف غير مبرر هذا منه بان كيمون الآن أريد تطلع لي على هاي الصورة بالله زحملك حتى أختم المحاول يعني أنت مو أنت إن شاء الله احنا بعيدين بس واحد بالاتحاد الأوروبي من ينفع علم النازية من ينفع علم النازية شي يقولون عليه شي يقولون عليه يقولون عليه هذا نازي ويمنعو طيب ولو أنا ما أشجع على هذا يجي واحد ثاني يقول أنا ما أقتنع بالهولوكوست الهولوكوست إذا تعرفوها المحرقة اليهودية يعني من ذلك جابوا اليهود وحربوهم المحرقة اليهودية يجي واحد يقول أنا ما أقتنع بالهولوكوست ما ثابت عندي تاريخيا ما ثابت عندي شي يجي يقول لك يقول لك لا أنت معادل السامية أنت وينعتوك بأشكال نوع النعوذ إذا أجيت وأنا يا أبويا ما أريد المثلية أنا ما أقبل بالمثلية هاي ضد الشريعة ضد القانون ضد الفطرة الإنسانية لا أنت حرقة علم المثلية فأنت متخلف ورجعي وممنوع لكن أوصل لحرق القرآن من يجي واحد يحرق القرآن أو يدنس نسخة القرآن شي يقولون عليهم حرية التعبير هذا النداء هذه السلايد الأخير موجه لمجموعة من المهزوزين اللي قلوبهم شوية ترجف لا هو مقتنع بروحها لا هو مقتنع لا هو المسيحي على وجهه لا هو يهودي على وجهه لا هو مسلم على وجهه لا هو ملحد على وجهه لا هو يحترم إنسانيته عموما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدع عن غائلة الذين يريدون بالإسلام بوحدة المسلمين وبصف المسلمين سوءا وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل راية الإسلام وراية القرآن دائما عالية وإن شاء الله هي عالية على رغم من أنوف التافهين والمتآمرين وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق ولا تنسونا من خالصي دعائكم في أمان الله